أهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز المكون التكنولوجي في العمل الأهلي بشكل عام وبزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهات المعايير العالمية في الاستفادة من هذا المكون فضلا عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني بما ييسر من إجراءات الحوكمة ويعظم من الاستفادة الاقتصادية والعوائد الاجتماعية لبرامج العمل الأهلي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعية نيفين القباش ذلك لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السنة في مصر وصبل التصدي للتحديات التي يواجهونها وأكد المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلع على الخدمات المقدمة لهم بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات فضلا عن تنصيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير السبل العيش الكريم لهم وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بمواصلة وتعزيز الاهتمام بمرامج رعاية كبار السن وتكتيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معيير لجودة الخدمات المقدمة لهم وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم موجها بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن المقرر إنشأه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين فضلا عن البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات إيمانا بمسؤولية الدولة تجاه مواطنيها في هدية الشريحة الهمرية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر ومشروعات البنك التي تهدف للتمكين الاقتصادي والتوسع في قطاع التكافل وتطوير المسؤولية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بترحي تمويلات لتحفيز الطلب المحلي ومنتجات مصرفية والدخارية متنوعة لتلب احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك وبتيسير إجراءات الشمول المالي والتعامل المصرفي الإلكتروني تماشيا مع مساعد دولة للتحول الرقمي كما اطلع الرئيس أيضا على جهود الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي والإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل ميكانة منظومة العمل الأهلي وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسريع إجراءات الحصول على التصريح والموافقات على المشروعات والمنح تأكيدا لمساهمات المجتمع المدنية الفعالة في خدمة قضايا المجتمع والمشاركة في المشروعات الوطنية ودعم تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة